موسيقى 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 نابولي فيرنتينا الدورة الإيطالي الدرجة سيري أي الجولة 18 وشعرنا كيفاش نابولي يفوز بالآداء والنتيجة وشعرنا كيفاش السيطرة تامة من نابولي وعرف كيفاش يلعب وعرف كيفاش يفاجئ الفيرنتينا رونارزو اللي سجل في الدقيقة الخامسة ويسجل هاتريك ثلاث أهداف كاملة شعرنا كيفاش كانت المباراة مباراة التي كانت قاوية جدا بالنسبة لنابولي شعرنا كيفاش كل مدرب وتخل بالخطة ربعة ثنين ثلاثة واحد شعرنا كيفاش مدرب فيرنتينا اللي تخل بخطة ربعة ثنين يعني كل مدرب كانت عنده الخطة تتاعه كل مدرب كانت عنده تاكتيك ديجو تتاعه في الوهلة الأولى لكن شعرنا كيفاش نابولي وين خادع خادع فيرنتينا وين أخلط حسابات فيرنتينا في الدقيقة الخامسة وين شاهدنا كيفاش الهدف الأول اللي جاء في الشعر الأول وين شاهدنا شاهدنا الشعر الأول أربع أهداف كاملة وين شاهدنا ريزانو الذي سجل في الدقيقة الخامسة ديجو في الدقيقة ستة وثلاثين لونازو في الدقيقة ثمانية وثلاثين بيتر ليسجل في الدقيقة الخمسة وربعين لونازو ليعود ويسجل عن طريق ضرب الجزاء في الدقيقة سنين وسبعين يعني ولا محاولة من فيرنتينا وين شاهدنا كيفاش كانت سيطرة من جانب نابولي في السيطرة على الطول والأرض شاهدنا دافيد في الحراسة طريق وجودها الماث لي دخل في دقيقة ٦�era داريس لي دخل في دقيقة ثلاثة وسبعين ما تج Dankeو في الدقيقة ثلاثين وثلاثين يُجادينا كيفاش كانت تشكيلة تعنا النبولي وعرفوا كيف يسجلوا وعرفوا كيف يسيطروا في النتيجة كيف كانت نيكولا جيريمي وخوليو دوس كريستيانو من جانب فيرنطينا فارنك ريبيري ودونسون كانت تشكيلة اليوم فيرنطينا لما قدمت ولا شيء في هذه المباراة وكانت سيطرة كبيرة من جانب نابولي لما خلاش فرص لعبين فيرنطينا شهدنا كيف يسرقم أنه كانت فيرنطينا ونحاول تسجيل لكن بيدون جدوى 355 تمريرة فيرنطينا نابولي 313 تمريرة نسبة استعوال 45% نابولي فيرنطينا 55% لكن بيدون جدوى ومعلوم أن تراجع نابولي بعد تسجيلهم أهداف كثيرة ليسجلوها هذه المباراة المباراة اللي كانت شيقة مباراة اللي شاهدنا فيها لعب جميل خاصة من جانب نابولي اللي عارفوا كيف يسجلوا عارفوا كيف يحافظوا نتيجة التعام خاصة في الشرط الأول وينسجلوا أربع أهداف يعني كانت أربع أهداف اللي كانت ضربها قاضية لفيرنطينا خاصة في الشرط الأول هذه هي النتيجة الجولة 18 نابولي فيرنطينا فوز نابولي في الدور الإيطالي الدرجة السيري أي نابولي يفوز بالنتيجة والأهداف على فيرنطينا صحيح كيفاش انتهت المباراة بست أهداف لسفر وين ماتيو زي تسجل الهدف في الدقيقة 89 يعني لوزانو في الدقيقة الخامسة ديغو في الدقيقة 36 لوزانو لوزانو لسجل في الدقيقة 38 بيتر في الدقيقة 45 لوزانو كذلك الهدف الثالث ليه السخصي والخامس في الدقيقة 72 ماتيو كذلك في الدقيقة 89 هذه هي المباراة اللي انتهت بست أهداف لسفر للجولة 18 نابولي ست أهداف فيرنطينا صفر في الدور الإيطالي السيري أي سعيد